عملة ذات وجهية لانه ما ممكن تمتسل الأوامر وانجا تأصى وما ممكن تتجنب النواهي تقهم النواهي وانجا مثلا بتطيع لانه ما ممكن عرفنا الكلام هذا فقاعدة الثادة الصوفية في المقامات الثلاثة مقامة الإسلام ومقام الإيمان ومقام الإجتام مقامة الشريعة ومقامة الطريقة ومقامة الحقيقة المقامة اللي فيه المقامات الأولى اللي هي التوبة والتقوى والاستقامة والمقامة الوسط اللي فيه مثلا الصدق والإخلاص والصدق والطمانينة والمقامة الثالث اللي فيه المراقبة والمشاهدة والمعرفة الى آخر هذه المقامات كلها قاعدة يتقن الأول وينتقن للثاني وينتقن للثالث كده بيحققه لكن ما بخبطوا فيه زي حالتنا في العصر ما دي حالة المعافرة اللي بقولك عليها لاننا في عصر للتعجان كان الناس يركبوا على الحنين وكده بيشوا مركز وثنين 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 اليوم انت تركب الطيارة وانت توصل مكة دبر الطيارة مقتعد ما رفت الكلاماتا ايروان لان قلبك توصل لانا بشي في الطيارة ما ما يشوصلها هاوصل لانا قريب تحت 3-4 ساعة ما وصلت في ماذا هذا هو السبب اللي خلى الناس بالنسبة للعمل تعبتادها الصوفية ما بيسنوا وانا ما بيجودوه لانا الشيء اذا كان ما أقنت ما بتقدر تعكس ولا تقدر توري كويس كده ومن أشرقت بداية أشرقت نهايته النادم ابو بداية أشرقت بوت واستنارت النادم ابو بداية أشرقت وضوت واستنارت واتبحت اي احكمت نهاية التياني والشيخ عبدالقادر هناك بأي رفي سيدنا أبوكر وسيدنا عمر وإلى آخرى لأن هذا الزمن هو زمن البلاية وزمن المصائب ما في أي حاجة كده جاهد من الله تعيبهم لأن الشيطان قدر فيه مالديهم وزماهم لكده ما يشئين معك فلا ينتقل إلى عمل الطريقة حتى يحقق عمل الشريعة ما ينتقل لعمل الشيعة وده واضح همشي فيه وترتاب جوارحه معها بالضبط لأن يحقق التوبة بشروطها ويحقق التقوى بأركانها ويحقق الاستقامة بأقسامها وهي متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله وأخواله الضبط فإذا تذكر ظاهر وتنور بالشريعة انتقل من عمل الشريعة الظاهرة إلى عمل الطريقة الباطنة وهي باطنة الشريعة وهي التفية من أوصاف البشرية على ما يأتي فإذا تطهرت من أوصاف البشرية فإذا تطهرت فإذا تطهرت من أوصاف البشرية تحلى تحلى بأوصاف الرحانية أوصاف البشرية انت عارف كلنا عارفين أوصاف البشرية كل إنسان معتقل أنه أكمل الناس وأفضل الناس وكان طروبا شيء أنا أبدأ جني بقوم وما بقصد للآخرة هذه كلها لازم تبقى معافي وتقتفي بحيث لو وصفوك بخير بتقول في فضل الله ده انت أهل لكل خير ولو وصفوك بشر تقول في عدل الله ده انت أهل لكل سيء يعني كالربنا أقام عليك ميزان العدل ده بتنجوه ما بتنجوه ولو ربنا تفضل عليك كماني سيئاتك وعيوبك ولا في بعر فضل ده ذرة ما في شيء مفهوم الكلام هذا؟ أيها وهي الأدب مع الله في تجلياته التي هي مظاهره بقولك التحلي بأوصافة روحانية هي الأدب مع الله في تجلياته التي في مهي مظاهره لأن زي ما قلنا انت عندما تكون متصف بصفات البشرية ده كان نعم قال ليه كلام ولا سوا فيك شيء ولا كذا بتقربه في قلبك وابتحاول بقدر الإمكان أنك لا تستدق لازم تكيل المدمن الدين ولا ما كذا الصعب الصعب زي ما بقوله لكن عندما تنخرق ليك عادة الوقوف مع أوصافة البشرية وترتقي إلى مستوى أوصافة الروحانية فاكتشي فنفعل كلها صادرة من قدرة الله مارجة من عنصر القدرة الإلهية في الساعة دي تنبط القنادم تقول هو هذا سوى في نشقل بتقاوم ربنا وتستدى في ربنا لا لأن الإنسان اللي يسوى فيك ده ما تقدر كأنت في المقام ده ده تدقي ما كبسهود وبقدر بيتصرف في ملك الله بلا إرادة الله مستحيل ما يجب ليس شيء إلا بإرادة ربنا إذا في الحالة دي انت بتتوقف وبتسلم الأمور لالله تبارك وتعالى وبعد كده ربنا تبارك وتعالى بديك حقك أظنكم فاهمين الكلام هذا ساعتها الجوارح بترتاه من التعب لأنها بتشيف الفاح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر